الحمد لله الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقابة للطول لا إله إلا هو إليه المصير أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن صيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال عباد الله نريد أن نأخذ جزءا يسيرا من هذه الآية الكريمة هذا الجزء هو قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه العالم ككل اليوم يتحرك وينادى بأعلى سوته بحرية التعبيق وحرية التصرف والله تبارك وتعالى هو الذي أعطانا حرية التعبيق وعطانا حرية التصرف وترك لنا الاختيار فقال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيلة إما شاكرا وإما كفورا أما دسلموا على كرى محمد صلى الله عليه وسلم من دون أما سبينتنوا سبحانه جل وعلا أما سمينا لليبج نبويا فه أبتوبوا منه أما سمينا للك من نيي من نجلن بارسانا يمنا إتيبر كتو أما جنالا فهي يا ربي أكا جنبويا فهي أكا توبوا منه من نجلن يا ربي لك أنك شام إتيبر كتو بارسا بلا جلنبسكي كتا مسامي ماويا لدي أما دمي سيكا بولي كتا فنشا من دان أما سيكا بولي كتا كالا دان أما سيكا بولي كتا 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 كتاك أما سيكا بولي كتا 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 الكتا كتا كتا كتاك اشتركوا في القناة 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 لا أسرقط فاهة الوحيدين فإنه من يتذكر فإنهم من اجدهم ومشاركتهم ومشاركتهم الله سبحانه وتعالى تبعامك إنهم من خلال يسسون يسرح أنهم من خلال Really لا يوجد من خلال ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 هل مدينو لك تابلو مكان كيبو دينين كائن المنكان وكارم مهومي ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأصماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واعمر قلوبنا بالتوحيد الخالص ومحبة صادقة في نبيك المصطفى ورسولك المرتدى صلى الله عليه وسلم واجعل حياتنا كلها يا رب في سبيل خدمة دينك يا الله وارزقنا الإخلاص فيها واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم احينا على ملة الإسلام وتوفنا على ملة الإسلام واحشرنا يوم القيامة تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعته واجعلنا في زمرته وأوردنا حوضه واستنا يا رب العالمين من كأسه وبيده الشريفة الكريمة الطيبة المباركة يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم نره اللهم لا تحرمنا في الجنان رؤيته ومرافقته ومجالسته مع الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة يرحمكم الله